يعني واضح حالة الهدوء اللي تمر فيها الاندية السعودية في اندية ما عندها فلوس في اندية ما هي لاقية يعني اللاعب المطلوب بالنسبة لصفوف الفريق وفي اندية مقتنعة بلعبتهم يقولون خلونا هذول لعبتنا وماشي الوضع وخلونا عليهم خليني عبدالله فلاتا اسألك يعني تحديدا في النادي الاهلي يعني قبل ساعات هو خلص مع ماركينو اللاعب اللي كان في الاتحاد وتذكر يعني القصة كاملة اللاعب هرب وقصة طويلة ما اود ان نستذكرها الحين لكن تتوقع بان ماركينو هو اللاعب المناسب في الفريق الاهلاوي اذا قرر انه ايضا في نفذ اللي كان فيه كلام كثير عنه الفترة الماضية والله انا اعتقد لو الاهلي يتمكن من ضم ماركينو بشكل كامل فهذه ضربة معلم الاهلي يحتاج ماركينو وماركينو نحن تابعناه خلال اللعبة مع فريق الاتحاد والاتحاد ما بنقول حاجة جديدة انه اقل فنيا من الاهلي خلال هذه الفترة حقق نجاحات مع الاتحاد تمانية اهداف فقط في الدولي غير اهداف في كاس الملك وكاس ولي العاد لاعب مميز فيه الميزة التهديف من خارج المنطقة قد محساسة جدا وهذا يمكن يفتقدها الاهلي امام الفرقة الضعيفة بالذات اللي تقفل عليه بيعاني منها وكل امانة احب اوضح نقطة طريق من العام الماضي احنا نشرنا خلال صحبة المدينة قروس طلب ماركينو للموسم الجاي من العام الماضي والراجل حاطط عينه على ماركينو ونحن كلنا نعرف قروس ونعرف كيف قراءاته الفنية وكيف يعرف احتياجات فريقه والعمل الاحترافي اللي بيتم داخل ادارة النادي الاهلي ترك الخبز لخبازه ونحن المتكلم انه مدربين وعدم التدخل لكن تدخل محسوب هذا عمل احترافي تماما المدرب مختار اللاعب من الموسم الماضي وابلغ الادارة الاهلاوية ونشر هذا الكلام يعني ماه سري فماركينو انا اعتقد انه ضربت معلم للنادي الاهلي عموما واحتياج موفق في نفس الوقت هي ضربة مزدوجة لادارة النادي الاتحاد وللمدرب بيتورك اللي فرط في اللاعب وكان يعني تابعنا خلافاته معاه ساهم في تطفيشه مع الادارة وخسره لاعب متمكن جامل كاليشو الايطالي له قيمة الفنية له ادواره المتعددة قدرة التهديفية العالية انقذ الاتحاد في عدة برات هذه انا امام مباراة التعاون عاد الفريق بعد خسارته باربع اهداف لاربع ثلاثة مباراة الفتح عدة مباريات كان له دور جدا فعال للفريق الاتحادي هو خسارة كبرى للاتحاد ومكسب كبير للاهلي انا حقيقة كنت اتمنى استمراره قبل عودته لكن ما استمر فبالتأكيد عودته اضافة فنية للدور السعودي طيح ابو عبدالله ماركينو في الاهلي كيف شايف انت هالصفقة وهل بالفعل ماركينو هو اللاعب المناسب للفترة الجاية تذكر عبدالله في الحلقة الماضية انا قلت انه سيرتكب الاهلاويين خطى حين ما يتعاقدون مع النفز نفز اولا لم يعد ذلك اللاعب النشيط الان اللاعب تجاوز حاجز 30 سنة اللاعب يبدو لي لو لا المحفز المادي لما جلس في المنطقة الخليجية وايضا مستواه المتدني يجعله يبقى في المنطقة الخليج حضوره السيء مع الجزيرة لا يحفز على التعاقد معه فردية اللاعب لا تتناسب وطريقة نادي الاهلي من جهة وايضا اللاعبين يعني يحملون عب ان يحمل المباراة بمفردة وهذا شاهدناه في الهلال وهذه حقيقة قلت بان الاهلي سيخطى حينما يتعاقد مع نفز اعتقد انه عدم اتمام الصفقة جاءت لمصلحة النادي الاهلي ماركينو لاعب يملك مهارات فردية يستطيع من خلالها ايجاد حلول حينما يعني تضيق الحلول على الفريق يشوت من كرات متحركة يشوت من كرات ثابتة يلعب بلعب جماعي يرفع وطيرة واداء اللعب له يعني نسبة من اهداف تميزة كلاعب وسط الاهلي يحتاجي للاعب ايسر نعم اعتقد انه صفقة ماركينو هي الافضل للاهلي في هذه المرحلة طيب عبدالله قبل ما اطلع للفاصل خليني ارجع معاك شوي لفترة الامير عبد الرحمن بمساعد لما كان رئيس العلال يعني ما تذكر ذيك المرحلة كان فيها ضجة عند فترة الانتقالات الشتوية عند جيد لاعب جيد مدرب ما تلاحظ انه هذا الموضوع اليوم انتقال للاهلي يعني خلال الايام الماضية والساعات الماضية الناس كلها تتكلم عن صفقات الاهلي بيجي نفز زواهري مسافر حتى صفحتنا على تويتر حتى رقامنا الخاصة بعد ما اعلن امس حسن عبدالقادر قال الساعة ثلاثة راح يقلص الاهلي يعني يعني عشنا يعني وقت احس في ضجة جماهيرية ضجة اعلمية حول النادي الاهلي هذا الموضوع ممكن يكون مؤثر للنادي ولا عامل ايجابي لا شوف بالنسبة للنادي الاهلي النادي الاهلي اليوم يشوف في البطولة يعني على مرمى حجر مثل ما يقولون ما ينقص الاهلي هو لاعبين اجنبيا وليس لاعب واحد يعني خذ الاهلي في تعاقداته الصيفية سويدي نبيل بهوي لاعب لم يقدم شيء يذكر للفريق وايضا اليوناني تفتا ايضا لم يقدم شيء وبالتالي جمهور الاهلي كان يعول أنا ضد ظلم ادارة النادي الاهلي للأسف حتى اعلاميين في النادي الاهلي يقول لك الادارة لم تقدم ما هو مأمول يعني انا سمعت بالامس احد الاعلامي يقول لي لم تقدم الادارة الاهلاوية ما هو مأمول منها ولا بنسبة واحد بالمئة هذا غير صحيح المحافظة على استقرار الفريق المحافظة على المدرب بقاء اللاعبين كل هذا الدعم الذي قدمته الادارة ومن خلفها طبعا الامير خالب بن عبدالله هو الذي ابقى الاهلي منافس في هذا الموسم وبقوة ينقص الاهلي نعم لاعبين اجنبيين طبيعي ان يأتي الضغط من الجماهير من اجل معالجة هذا الوضع على مستوى الاجانب نقطة مهمة انا اقول ايضا الجمهور لو على كيفها حقيقة الجمهور عاطفي ولا يعرف ماذا تعمل الادارات ومحاولات الادارات والوضع المادي للادارات الجمهور عاطفي يريد ان يؤشر وانت تنفذ ويتأثر من الضغوط اللي صايره وللأسف ادارات تتأثر وتنسجم مع الجمهور وتخطئ صحيح طيب عبدالله بس باختصار فيه كلام كثير يعني على هاشتاغ المنتصف يبغون معلومات من عندك يقولك ايش الجديد في الاتحاد قبل 24 ساعة مصادرنا تقول بينه المفاوض في رومانيا صحيح؟ بالتأكيد المفاوض موجود في رومانيا لكن المشكلة ما يوجد في المفاوض ولا في اللاعب القادم المشكلة في انهاء الامور المالية هنا الاتحاد للان ما سدد الرواتب المتأخرة عليه للان ما انهى بعض الامور في اكثر من لاعب لهم حقوق احنا يمكن نعرف راشد الرهيب لوحده له مليون ومئة وخمسين الف ريال للان ما استلمه في عيسى المحياني في سلمان الصبياني في العمري عدة لاعبين لهم مستحقات يمكن اللاعبين الا مستمرين في الفريق لهم حقوق لكن بيتنازلوا حقيقة عنها مقابل ان النادي يتمكن من التسجيل مشكلة الاتحاد في ايفاء الالتزامات المالية حتى يتمكن من التسجيل ما هي المشكلة من البديل بديل بتورك عادة جاهز في رومانيا وحتى المفاوض موجود في رومانيا والموضوع ينتهي على وجه السرع طيب ووحمد يعني افهم من كلامك بانه السيناريو السنوات الماضية ممكن يرجع في فترة الانتقالات الحالية في الاتحاد يسجل ما يسجل والله هذا الواضح الان يسجل ما يسجل هذا الواقع والله مصيبة الكلام هذا الاتحاد عنده قرض من بنك الاتحاد عنده وعود من منصور البلوي الاتحاد عنده دعم شرفي كل هذا يطير بالهوى معقولة خلينا اوضح لك القرض القرض للديون فقط لا غير لا ماهو للتسجيلات نهائيا بس في النهاية هو باحمد مساعد للنادي انه انا اتخلص من الديون المفروض اشوف الموضوع الثاني هذا الديون الخارجية بالنسبة لعضو شرف نادي الاتحاد الاستاذ منصور البلوي هو متواجد خارج المملكة حقيقة الفترة الحالية فبعيد عن المشهد حقيقة عبدالله هو بعيد بعد رجعت بيتوركا كيف يعني 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 بعد ما رجع المدرر صحيح الكلام انه اخذ الرجال زعل وقال انا خلاص بابتعد عن نادي لا يضل 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 رئيس النادي اخوه كان متواجد خلال مبارات الاتحاد والاهلي وبتوركا كان مشرف على الفريق قد يكون له وجهة نظر مختلفة تماما نصرح بها عبر وسائل الاعلام لكن هذا الرجل صراحة قدم للاتحاد عمل جيد سواء الريفاس سواء التعاقدات اللاعبين اللي بيلعبوا الآن على السافة القرني وياسين حمزة وعدة اسماف الفريق الاتحادي صحيح الضهيرين عود خريص وفيصل الخراع وإلى آخره هو قدمهم للفريق وعمل جهده بشكل كبير لكن ممكن يكون عنده وجهة نظر بيترك الآخرين فرصة أنهم يعملوا صحيح فالآن الأمر متاح بالنسبة للإدارة الاتحادية أنها تستكمل وضعها وتستكمل تسجيلاتها يعني أنا كنت خلال فترة الإدارة السابقة أوجه انتقاداتي للإدارة كانت بتحتفل على التسجيل كانت بتحتفل على الرخصة الاسوية مو معقولة أن الاتحاد يرجع الآن لنفس المربع الأول حنشقت للإدارة زي ما كنت أنتقذ الإدارة الأولى وإن كان إذا كنت أنا منصف أقول أن الإدارة هذه نقلت الاتحاد مرحلة وحتى أنا أنتقدها الإدارة الماضية كانت تخلص الدوري بـ 25 أوصلت الاتحاد لمرحلة الهبوط والمنافسة على الهبوط لكن الإدارة الحالية الآن انتهت دوري الأول بـ 26 نقطة ففيه فارق في العمل لكن ما هو على قدر الطموحات إطلاقا ولن يرضي جماهير الاتحاد أنا الآن قاعد أتابع جماهير الاتحاد وانتقاداتها اللاذعة للإدارة ترى الإدارة لو ما سجلت لاعبين هتكون مشكلة كبرى بس ليه المهمة التسجيل المهمة نوعية التسجيل وفيه نقطة مهمة لاعب زي تراوسي أنا من وجهة نظري كان جيد ليش أبعد المدرب بوتوركا طالما ما في بداية المتاحة وعندهم خلل في الأمور المالية كان يفترض أن المدرب ما في سمعه طاع للمدرب في كل شيء كل ما يقول للمدرب أبشر حاضر أبشر حاضر لهذه إمكانياتنا وانت جاي على موية بيضة انفترض أنه حنعمل كده وتكون الأمور بين الطرفين واضحة بدأ أن الاتحاد قاعد يدور في حلقة مفرقة الصراحة وحالة محزنة من وجهة نظري طيح